أهلا وسلام بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث 26 اتفاقية بين الجزائر وباريس في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي انعقدت أمس بالجزائر غلبها في هذه الاتفاقية كان في مجال الخدمات وغابت عنها قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والاقتصاد في وقت تم تأجيل الإمضاع الاتفاقية هامة تقريبا في الجزائر الكثير أو صنعت الكثير من الجدل في الساحة الإعلامية لإنشاء مصنع توجو وسطرويان في الجزائر مخلفا في هذا الشأن الكثير من علامات الاستفاة السياسيون سواء في الجزائر أو في باريس يتغنون كثيرا بمستوى العلاقات بين الجزائر وباريس المتتبعون للندوى الصحفية التي عقدها أمس الوزير الأول عبد المالك سلال ومنوال فالس الفرنسي لحظوا جيدا المبالغة الطرفين في إهداء وإغداء الآخر بالمجاملات السياسية وعبارات المدح والثناء والشخ كالعلاقات بين البلدين هي علاقات استراتيجية استثنائية علاقات هامة علاقات رائدة وما إلى ذلك من العبارات الفضفاغة ولكن من الناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية الخبراء الاقتصاديون لهم رأي آخر ومفهوم آخر لهكذا مصطلحات لها مدلولاتها من ناحية الاقتصادية إذن انتهت اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وباريس التي دامت يومين انتهت أمس كيف يقيم المختصون نتائج اللجنة العليا المشتركة من الناحية الاقتصادية كيف نقيم كذلك نتائج اللجان المشتركة العليا التي عقدت بين البلدين على الأقل خلال عشر سنوات مدى استفادت الجزائر من هكذا لجان عليا مشتركة 26 اتفاقية أهمها في مجال الصحة والأمن والطربية والأشغال العمومية إضافة إلى العدالة هل كانت هذه الاتفاقيات في صالح الجزائر هل كانت هذا ما تريده الجزائر أم أن الاتفاقيات كانت لصالح فرنسا لماذا لم تعقد الجزائر اتفاقيات واضحة في مجالات النقل التكنولوجيا في مجالات الاستثمار في مجالات الاقتصاد حيث تعرف الجزائر نقصا فادحا وتخلفا كبيرا أين تعرف فرنسا في نفس الوقت تطورا على المستوى الدولي مجموعة من رجال المال والأعمال حضروا اللقاء وأبرموا علاقات وأبرموا اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية نتساءل ما معايير اختيار هكذا رجال أعمال ومال لحضوره هكذا لقاءات دولية لأول مرة رجال الأعمال الفرنسيون لا ينتقدون قاعدة الاستثمار في الجزائر قاعدة 49-51 ماذا وراء ذلك؟ هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفي في الأستوديو دائما لما يتعلق الأمر بموضوع اقتصادي الخبير الاقتصادي سيد اسمعيل لرماس أستاذ مرحبا بك ألا وسهلا مساء الخير شكرا سيد اسمعيل لرماس انتهت الندوة أو اللجنة العليا المشتركة انتهى ذلك الضجيج الإعلامي ذلك الضجيج السياسي اليوم نحاول أن نقيم هذه اللجنة وهذه الندوة من إطارها الاقتصادي البرغماتي البحث أولا في بداية النقاة سيد اسمعيل لرماس كيف تبعت الندوة الصحفية لعقدها عبد الملك سلال ومانوال فلس كيف شفت عبد الملك سلال كيف شفت كذلك مانوال فلس بسم الله الرحمن الرحيم والله هذا اللقاء اللي جرى بين الحكومتين جاء في إطار شوية محرج محرج لماذا لأنها كانت ضربة بها نوعا ما سبقتها اللقاء كان مشكل ديبلوماسي الحقوين السفير الفرنسي استدعية من طرف الوزير الخارجي الجزائري لكن لاحظنا بأنها كانت الندوة على المجملات يعني كل الناس لاحظت بأن كانوا في وضعية شوية مايش ولابد ندوة المجملات سميتها ولكن تشوف يعني أنا وش تخلصت من هاد العملية لما يكون عندك تكون عندك استراتيجية لما تكون عندك أهداف لما تكون عندك غاية من وراء كل عمل فما يهمش هذا الجملك ولا تجمله ولا تدلو ملاحظات هو عنده أهداف اليوم منويل فاس أعطى درس درس في كيفية تسيير الدولة كيفية تسيير الحكومة كيفية تسيير الاقتصاد في البلاد جاء عنده كما يقول له كما يقال لي وحد الأخ قال لي كان شكارة يزمي رفدها باش يفهمنا كان مشاريع يزمي ياخذها هذا الوزير الأول والحكومة جاء بعشرة وزراء جاء برجال أعمال أهداف مسطرة أهداف واضحة المشاريع واضحين تقريبا كان نفس الشيء من ناحية الجزائر أو من ناحية الجزائر سيسمع الأخذ كان فيه رجال أعمال كان فيه وزراء كان فيه وزير أول والله نعطي لك ما هي أهداف التي سطرت من الجنب الجزائري وش استفدنا من هذا اللقاء يعني ولا عندك جواب ولا عندك كان مختصين عندهم أجوبة يريد يقول لهم لنا أنا والله ما شفت ولي وش شفت شفت 25 و 26 مشروع مبرمج منهم 12 إلى 15 بروتوكول يعني بروتوكول داك واتفاقيات ما قبل الاتفاقيات يعني دي بروتوكول 12 مشروع كان من المفروض نروحوا إلى الملموس وش بقى فيه 12 مشروع بقى ثلاث مشاريع أهم مشروع صناعة المايونيس هؤلاء المشاريع اللي يعني استفدنا من هالجلس تصور هذا الشيء هذا ولا هراني غالط قلي ولكن هذه الحقيقة فيه ثلاث مشاريع المشروع الأول هو توسيع مصنع سيطال هذه القاطيرات تدري تراموي مصنع الثاني الت mete والاسميدة المصنع القرن هو صناعة المايونيس بالمقابل في فرنسا عندها مشاريع في التراموي عندها مشاريع في المعطار عندها مشاريع في المياه عندها مشاريع في النفطية عندها مشاريع شفت وجه المقارئة يا هل ترى جميل سيد سمعيد المصر تقريبا أجبت على كل الأسئلة التي كنت أطرحها خلال هذا النقاش هذا أنك خليت سؤال مع الأخير نعم في مدخلتك سيد سمعيد المصر قبل كذلك أن نغوز في عمق القضية كذلك فيه نقطة ربما أثرها الإعلام في الجزائر قيل بأن هذه الندوة عقدت أو منوال فالس جاء إلى الجزائر في يوم السبت ويوم الأحد يوم عطلة في فرنسا وكأنه جاءت جول كيف رأيك هذه النقطة على الأقل شوف هذه النقطة والله كيشفت البرمجة هذه الزيارة قلت شوف الناس بالسبت والأحد يوم عطلة عندهم هذا يعني بأن الناس تعمل وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول له يعني هذه الزيارة ما عنداش أهمية للجانب الفرنسي على أحد جاء في وقت عطلة لا ما لا مظنش يكون جدوى العمل تاع فالس والجماعة يعني تالي حكومة الفرنسية كان هم هم عندهم يعملوا صحيح عندما الوزير الجزائري لنعطيها للوقت أهمية لنعطيها للعمل أهمية لنعطيها للتخطيط أهمية لنعطيها للأهداف المستطرة جميل سيد اسماعيل للمص تقريبا وضعتنا في السكة فيما يتعلق بهذا النقاش سيد اسماعيل للمص 26 اتفاقية بين الجزائر وباريس في إطار اللجنة العليا المشاركة بين الجزائر وفرنسا التي انتهت بالأمس قلنا انتهت ضجج الإعلامي وضجج السياسي الذي رفق هذه الندوة سيد اسماعيل للمص في مجال الصحة في مجال آمنة التربية الأشغال العمومية العدالة كيف شفت هذه القطعة والله هي شوف ذكرتني بواحد المشروع واحد الاتفاقية مع الفرنسيين مع الفرنسيين وين دخلوا حتى في تكوين لتكوين إطارات الجزائرية في مجال التصدير وللتكوين إطارات الجزائرية في مجال تسير دخلوا لك حتى في لباس دودوني تعالى المؤسسات الجزائرية وبتالي لما يجي في القضاء من حق فرنسا أو البلد دخلوا تدخل فيه اليوم الاستثمار الفرنسي يذهب مباشرة للخدمات وين ما كانوا يتثمار كانوا تبيع خدمتها سيد اسماعيل المص وكانوا في فرنسا تبيع خدمتها للجزائر وكأنها تبيع الخدمات تبيع لا يوجد استثمار مالي هذا منطق لأن اليوم الرقم الأعمال الكبير في العالم هو من الجنب الخدمات الخدمات اليوم تجني أرباح كبيرة وكثيرة وما تطلب لك إستثمار مالي بل كإستثمار في التقنيات ولكن ما كانش إستثمار مالي هذه طريقة جديدة لإستثمار الأجنبي وخاصة بلدان متطورة اليوم يستثمروا وين ما كانش إنجيكشون درجون يعني ما كانش إستثمار مالي ولكن عقلي يعني باش في الخدمات تجني أموال كثيرة هذه استراتيجية جديدة للبدان كثيرة إنجليترا تدير النفس في فرنسا هذا هو اللي بدأت تطور هذه الجهة إلى آخره يعني هذا التوجه الجديد ربما مربح وغير جميل سيد اسماري لرماس لما تكلموا هكذا يعني في رأيك لما تكون فيه لجان هكذا عليا مشتركة بين دولتين استراتيجيتين همتين بالنسبة للطرفين سواء الجزائر أو فرنسا من يختار المجالات التي تعقد فيها الاتفاقيات أو الشراكة يعني نتساءل هل فرنسا هي التي اختارت هذه المجالات مشاريع والمجالات يعني المجالات لما نشوف الصحة والأمن والتربية لماذا لم يختار مثلا مشاريع أخرى من يختار هذه المجالات من المفروض من المفروض رأيك دولة عندك حكومة عندك حاجيات كان أشياء تقدر تقوم بها وكان أشياء لازم لك إشاركة لازم لك تدخل أجنبي لازم لك تقنيات وتكنولوجيا أجنبية من أجل يعني باش تسجم هذه القطع لتلبية الحاجيات منتعك هذا بهذه الصفة هذه لما تجمع هذه المعلومات لتقدر المخطط وتدير استراتيجية وفي هذه استراتيجية كان متطلبات وكان القطاعات التي تحتاج إلى شراكة إلى آخره من المفروض أن الجزائر عندها هذا النوع من المخطط وين يعني كل شيء مخطط وكل شيء مسطر قال القطاع الصيحي عندي نقائس لازم لي شارك قال فرنسا عندها إلى آخره ولكن اليوم تسأل هل ترى هل ترى هل ترى هل اخترنا هذه الطريقة عامل أم لا لكنه ليس الجزائر التي اخترت هذا هذا المشكل لماذا لأنه في هذه الظروف سيسمع الأرماض الجزائر تمر بأزمة مالية حرجة ونقوله أنه لازم استثمار في مدى الفلاح السياح وما إلى ذلك نحن ذلك أخطر منه هذه الاتفاقية لو تلك سنوة إلى الوراء تشوف أن هناك نفس الاتفاقية تتكلمي على الصحة تدخل كين تتكلمي على الصحة ووراها المستوى الصحة في الجزائر صحيح هل تتدور يجب أن تحفر بس بالمستوى الصحة تتكلمي على القضاء ولا على الأشياء أخرى هذه القطاعات ما كانش ما كانش يعني تلاحظ بأن هذه المشاريع منذ عشر سنوات ولا خمسة سنة هم ما رهم في أرضية في هذا المجل ولكن ما كانش تحسون ما كانش تحسون وبالتالي اليوم تسأل من يختار هذا النوع من المشاريع كان من المفروض اليوم نتكلم على تنويع الاقتصاد جميل نتكلم على الخروج من التبعية إلى النفطية صحيح نطور الصادرات كيفاش ندير كيفاش نطور العرض كان من المفروض أن نكون في إطار مكننا في إطار الفلاحي نقلة تكنولوجيا هذا هو المطلوب اليوم المطلوب له هذه الأشياء تتكلمي على الصحة إلى آخره كان من المفروض أن نعطيه بلك نعطيوها اهتمام آخر بطريقة أخرى للصحة إلى آخره ولكن اليوم بلد مثل فرنسا ننتظر منها استغلوا الفرصة الفرصة للاستفادة من التكنولوجيات العالية لتحكموا فيها جميل سيد اسماعيل للمصر لما تكلموا عن التخطيط وتكلمت على التخطيط ودراسة ربما دراسة أولية قبل انعقاد اللجنة ماذا تريد الجزائر ماذا ستستفيد ماذا ترغب في تحقيق مكاسب اقتصادية تكلموا على حضور رجال المال والأعمال في هذه اللجنة في رأيك انتها كيف هل لحظت أنه فيه معايير مثلا مختارة في اختيار هكذا رجال الأعمال في اختيار مثلا القطاعات اللي عقدت فيها الاتفاقيات بعض رجال الأعمال بدون ما نعرف يعني المعايير التي حضروا من أجلها شوف غالبا ما اختيار رجال الأعمال يكون يعتمد على معايير معايير يعني تقنية اليوم كان من المفروض أن نشوف رجال الأعمال اللي عندهم مشاريع مشاريع مبرمجة في إطار اتفاقيات شاركة مع الجانب الفرنسي لأننا نتكلموا على اللقاء مع فرنسا نجيبوا هاد الناس هدول اللي عندهم مشاريع في هذا الإطار باش نصغل هاد الفرصة وفي مجالات اللي نتكلموا عليها مثلا نتكلموا عليها في لاحة ولكن اليوم نشوف نفس رجال الأعمال يدوروا يعني في هذه اللقاءات في كل اللقاءات تشوف نفس الأشخاص وهذا كذلك يقلل من اهتمام اللي نعطيه لجانب الأعمال والجانب والجانب الاقتصاد اليوم حتى رجل الأعمال ما عندهش وقت يضيعه في الفوروم وفي هذه اللقاءات رجل الأعمال اللي يروح لي عنده عمل لي عنده اتفاقية يمضيها باش يمضي إلى الأعمال وصلت الفكرة سيد سماعي لرماس كذلك نحن ما عندهش وقت كتير نضيعه لأنه وقت الحصة قصير جدا سيد سماعي لرماس هل حضرت أنتم كجمعية لمساشرين الاقتصاديين هل حضرت جمعيات أخرى مثل منتدايات اقتصادية أخرى اللي تستطيع أن تعطي على الأقل أو تحتك بنضراءها الفرنسيين لا احنا حضرنا ما ما يستدعوناش لهذه اللقاءات لماذا ما تسألنش لماذا ما تقوليش لماذا لأننا نجاوب ما نكملوش لا احنا حتى الندوة اللي كانت تهتم بالتصدير في 30 و 31 مارس 2014 لنظمة وزارة التجارة وما استدعوناش دونك خليك هذه الندوات إلى الأخير دونك شوف اليوم المعيار واش قلت لك المعيار خرجنا من المعيار تعال كفاءة خرجنا من المعيار تعال تاليفيكا سيتي رحنا المعيار معيار أخرى ما عندها حتى معنا أنا باش طارني يزمن شكرك يزمن كيوشي يقول لكن نغازل لك وإلى آخر أنا ما عنديش هذه الطريقة هذه طريقة ما استعملوهاش نعم ما فيش هذه طريقة سيد معي للماصل تأجيل إنشاء أو اتفاقية الإمضاع الاتفاقية لإنشاء مصنع فيجو وسطرايا في الجزائر خلف الكثير من علامات الاستفهام الوزير صناعة كان يقول في البداية بأن كل الأمور سويت وتم الاتفاق عنها بقي فقط الإمضاع على هذا الاتفاق يوم المشهود بالإمضاع على هذا الاتفاق لم يكن لماذا في رأيك شوف هناك عدة قراءات أنا بنالك من الأولى إذا كان هذا المشروع لفايدة الجزائر إذا كان هذا المشروع يفيد لإقتصاد الجزائري لماذا بتعدنا منه لماذا الغيناه دورك أنا نعطيك القراءة الأخرى في نفس اليوم كان يمضاع في المغرب لمشروع ضخم رونو ترأسه العائل المغربي واذا يقول هذا المشروع هذا يقول بأن مشروع استقام مليار 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 دولار مليار أيرو واذا يقول صناعات المحركات ويسمح للدفع بصناعة صناعات السيارات في المغرب لأهدف نتعو 2 مليار دولار تصدير سنويا و10 مليار دولار تصدير لأفاق 2020 وتقريبا 50 ألف وضرب 160 ألف عامل من الخمس سنوات نزيل لك بفضل هذا المشروع المغرب دخل دخل تريد 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 المشاريع نوعية المشاريع وستواها في نفس الوقت جيب لي أنا رونو يستنعلك 25 ألف سيارة بالنسبة إدماج 10% أو 15% و140 مليون سنتيم وبشروط تعجيزية وكي ما يتبعش هذيك سامبول حكومة تشريها وما عندكش الحق لتصدير إلى آخره شفت الفرق أنا هنا نتسأل سؤال كبير لماذا مشاريع مثل هذه في بلدان أخرى وإحنا بعتلنا المايونيز هذا ما حبيش هذا ما قدرش تستعبوا ما قدرش تقيسك أشياء تقيس يعني ما رناش عاجزين إلى هذه الدرجة ما رناش عاجزين إلى هذه الدرجة يعني أسئلة كبيرة نظن بأن شوف سمح لي نظن بأن هذا اللقاء وهذه اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وهذه المشاريع هذه مجوش هكذا مجوش هكذا يزمن نديروا لقاءات ولقاءات وندخلوا في العمق هذي المشاريع وفي العمق هذي العلاقات اللي مع الجانب الفرنسي جميل هكذا يزمن نديروا نديروا لقاءات في العمق هذه المشاريع وفي العمق هذه العلاقات مع الجانب الفرنسا جميل سيد اسماعي للماس تقريبا عشر سنوات على الأقل في المرحلة الأخيرة اتفاقيات أو عشر لجان عليا عقدت بين الجزائر وفرنسا ماذا استفادت الجزائر القطاع استفاد من هذه اللجان المشتركة العليا بين الجزائر وفرنسا التي تخلف الضجيج الإعلامي والضجيج السياسي وما إلى ذلك على أرض الميدان ماذا استفدنا أخي لا أعطيني ميدان واحد أو قطاع واحد لا أنا أعطي لك في الصحة ما استفدنا واحدة شي قطاع زراعة رانا فاشرين قطاع صناعة ما كانش قطاع صناعة الغذائية نفس الشي يعني كل قطاعات رانا فيه عجوة تأخر كثير وكبير الرغم عشر سنوات والعشرين سنة وحنا رانا في مشاريع مع الجانب الفرنسي وفي مشاريع إلى آخره أين الملموس مش مناش ولكن من الجانب الفرنسي راهي عندها كل سنة عندهم سبع ملايير تصدير سبع ملايير يورو تصدير بالجزائر يقال أن الكثير من الشركات المفلسة في الجزائر في فرنسا استفادت من مشاريع اقتصادية هنا في الجزائر وحققت أرباح وعادت حيوتها وحركيتها بالطبع لما نتكلمه على رونو نتكلمه على سيارة سامبول على بالك بالي 85% من المكونات الخيطة الغيار تجيبها من فرنسا وبالتالي ستشغل يد العاملات سيد اسماعيل للمص نعم سيد اسماعيل للمص أنت كخبير اقتصادي هل توافق الطرح لقول بأن المجال الاقتصادي في الجزائر والشراكة بين الجزائر وفرنسا هو ضحية الشراكة أو ضحية السياسيين يعني في المجال السياسي أنه سياسينا تقريبا ضعاف نوعا ما مقارنة بالفرنسيين المجال الاقتصادي كان ضحية هذا الضعف السياسي مشي تقريبا ضعاف يعني لما نشوف بالنتائج ما نتكلموش ما نشخصوش ولا ولكن لما نشوف النتائج في الميدان نقول له ما نشي برك ضعاف يعني والله في الحقيقة ما كانش كلمة أكثر من هذا لا شوف أنا ما نلومش الجانب الفرنسي الجانب الفرنسي يعرفوا شي حاب الجانب الفرنسي الأهدف التعامل السطر أنا نلوم الجانب الجزائري ليمشي برك يعني حتى كل قضايا الاقتصادية يعطي لها الطابع السياسي هذا هو المشكلة لنا حنا إذن نخرج من هذا الشكل هذا إذن باش يردع عليك تردع عليك فرنسا تردع عليك سياسيا باش تسندك إذن تعطي لها المشاريع إذن تعطي لها الأموال لا يا أخي إذن نشوفوا الاقتصاد نعطي له الطابع الاقتصادي والطابع الاقتصادي في المشاريع هو الربح والخسارة هذا هو الربح والخسارة فقط جميل سيد اسماعيل لرماس في السابق كانت فيه الكثير من الامتيازات يعني الجانب الجزائري يعطي كثير من الامتيازات للمؤسسات الفرنسية والجانب الفرنسي في مجال الاستثمار تقريبا اليوم عشر سنوات قلت بأنه ما فيه شيء ملموس أمور كثيرة تحقق أو شيء ملموس لأنه لا تتكنولوجيا نعم حقق في الميدان اليوم سيد اسماعيل الماس هل تشوف بأنه علينا أن نذهب إلى توجه آخر من ناحية الاقتصادية مثلا في مجال الصناعة فيه الكثير من الشركاء في مجال الصناعة نذكرك تطور كبير على المساوى العالمي ولكن علينا أن توجه فيه توجه آخر اليوم نذكرك في بداية الألفية الثانية وأن السياسة كان مبنية على نقطتين أولا تنويع الاقتصاد تنويع الشراكة تنويع الشراكة اليوم بدينا نروح في التاريخ ولكن في الأربعة وخمسة سنوات الأخيرة دخلنا في فخ شريك المهيمن وهو الشريك الفرنسي هذا ما يخدمش الاقتصاد الجزائري وما يخدمش تطوير الاقتصاد كان الشراكة آخرين متمكنين عندهم تكنولوجيا مستعدين للعمل تاني ولكن كي يمشي معك يجب أن تكون عندك شروط أولا يجب أن تكون عندك اقتصاد منظم مناخ اقتصاد منظم مناخ ملأم كفاءات في الميدان إلى آخره وامتيازات وثقاء واستقرار هذه كل عوامل لا ما زلنا بعيد على هذه الأمور نعم نعم بعد هذه العوامل اللي يبحث عنها الشريك بيش يدخل معك في البلد شكرا جزيلا سيد سماعي للمص كنا نعتقد أنه هذه الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر كانت على الأقل تكون محفز وتكون منبه للجانب الجزائري من أجل استثمار وكان من المفروض أن نستغل نستغل فرصة الأزمة الفرنسية باش نكون في موقع أقوى من هذا في التفاوض صحيح شكرا جزيلا لكسيد سماعي للمصر بارك الله فيك الاقتصادي مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة تعين وحدث نقشنا اليوم الاتفاقي المبرمة بين الجزائر وفرنسا من ناحية الاقتصادية كان عنوان الحصة اليوم الجزائر باريس كثير من المجملات قليل من النجاعة الاقتصادية متابعة طيبة من برامجي قنات النهار أرقاكم أنا غدا إن شاء الله السلام عليكم